الأهلي بشكل رسمي أعلن النهاردة التجديد للصنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم عشان يبقوا مع الفريق خلال الفترة المقبلة ربيعة وياسر النهاردة قاموا بالتوقيع على عقد المدة مسلمين والصور أمام حضراتكم هو ياسر إبراهيم مع أمير توفيق ونفس الأمر بالنسبة الرامي ربيعة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي المفروض أن عقود الاثنين هتنتهي في 2025 بعد التجديد عرفنا في رقم 10 أن عقد رامي ربيعة هيكون مع النادي الأهلي هو عبارة عن 9 مليون جنيه في السنة الأولى و10 مليون جنيه في السنة الثانية ياسر إبراهيم هياخد 8 مليون جنيه في السنة الأولى وتسعة مليون جنيه في السنة الثانية ياسر كان متوقع جدا التجديد له خلال الفترة الماضية رامي اللي الكلام كان رايح وجاي هيمشي رامي ربيعة هيقعد رامي ربيعة هيمشي رامي ربيعة هيقعد رامي ربيعة بس في الآخر مارس كولر ارتأى أن رامي ربيعة له أدوار مع الفريق خلال فترة الماضية حتى لو على فترات ولكن تبقى أدوار مهمة وبديل جيد جدا لو مش موجود أساسي فهو على الدكة خيار استراتيجي مهم جدا في تشكيلة الفريق طول الوقت شفناه كمان شاركة في جزء من المباراة النهائية بين الأهل والودات في المغرب تعالوا نشوف ياسر ابراهيم حققه مع الأهلي ونشوف برضو رامي ربيعة حققه مع النادي الأهلي ياسر ابراهيم فاز مع النادي الأهلي باثنين دوري واثنين كاس وتلاتة سوبر وتلاتة دوري أبطال أفريقيا واثنين سوبر أفريقيا يعني بتتكلم في اتناشر بطولة طولنا بقى رامي ربيعة رامي ربيعة بطولاته كتير قوي مع النادي الأهلي ياسر ابراهيم أكيد هيجي بعدين رامي ربيعة تلاوش أهو أهو رامي ربيعة سبعة دوري خمسة دوري أبطال أفريقيا تلاتة كاس مصر أربعة سوبر أفريقي واثنين سوبر مصري يعني بتتكلم في واحد وعشرين بطولة مع النادي الأهلي رقم كبير وضخم جدا خبرات كبيرة وعظيمة رامي ربيعة أنا شايف أن التجديد لرامي ربيعة كان شيء رائع جدا وجايد جدا من النادي الأهلي